أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي أن الولايات المتحدة ستنشر 6 طائرات تابعة للبحرية و240 عنصراً في ألمانيا من أجل دعم قوات النيتو وأضاف كيربي أنه يتم نشر هذه الطائرات والقوات تماشياً مع جهود تعزيز قدرات الرضع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقية وأكد كيربي أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش وأنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا